ونعود لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه النشرة حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع إنتاج حامد الفوسفريك بالوادي الجديد لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة وخير الاجتماع الذي عقد لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامد الفوسفريك بهضبة أبرطرطور بمحافظة الوادي الجديد أكد مدبولي أن المشروع يعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج وتقليل فاتورة استراده وتوفير الآلاف من فرص العمل هذا واطلع مدبولي على الموقف التمويلية للمشروع والجدول الزمنية المقترح لتنفيذه فضلا عن استعراض موقف التواصل مع مستثمرين استراتيجيين للمساهمة في هذا المشروع الحيوية